زيدان بر وعايزي قابلك جايب تقوله ما أنا استغربت خليه يدخلوا ما تدخلش حد علينا حاضر أنا مش جاي أسلم ولا أكمل المعرفة أنا جاي لك بنفسي لحد ما اكتبك عشان أقولك أن أنت الوحيد اللي قدري عاكنني ماشي وبعديه كده في فطورة حساب كبيرة ولازم تحاسب عليها أقعد أسلم بي أقعد يا عم براحل علي ما لك في إيه والله أوكي لو ما كنت في مكتبة وقلت الكلام الخايب ده لكن دياتك معا طلقه وتهور بين عليك ما تعرفش زيدان كويس الكبار يا شاطر ما ينفعش ترد عليهم كده وديني كبرتها وجيت لحد عندي سمعني طلباتك أسدا تبعد عني يا جابر وتسد الطريق اللي بيني وبينك ولو لسه فيك من ريحة الصاعدة اللي أنت منهم ما تقربش أنت اللي دست على رجل الأول واستغلت السجن اللي بعدني عن مرتي وخلتها تخلعني وتجوزتها اللي بيني وبينك لانطبة ولا مرزية اللي بيني وبين أقطار أنا جيت لك لحد ما اكتبك عشان يبقى بيني وبينك حاد ولو عايزني أنسى موضوع المزاد والدولارات اللي أنت بلغت عنها تنساني تماما وأنا كده كده حسيبك تدور شغلك في السوق ومش هقفلها عليك ولا تعرف تعمل حاجة لا أنت ولا دايرة معرفة كلها واسمع أنت مني بجأ أخر بوجة في الجزازة مرتي وحقي مش هاسبهم يبقى اللي حساب تلاقيته هتفضل طوله ومراك شاد تسبقه وماله يبقى رجعك السجن تاني بيدي لو قد كلامك واجهن الراجل لراجل طول ما أنت مغلول على أمرك ديتك معي طلقة لا تعجز يتموت ونشوف مين هيخلص على التاني ما تبطل هطل يا باطل خنايات الدراعات دي خلاص قدمت وبعدين هيبعديك لما تكون تاجر سلاح قد الدنيا ولسا دماغك في دراعك حاول تطور من نفسك شوي كلام خلاص أسدان بلا ونشوف الرجول اللي من غير دراع دي بتبقى زي بلا 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 بلا